في حلقة اليوم لدينا العديد من الملفات الساخنة في الصحافة العالمية والتي سنغوص في أعماق سطورها لنكشف الخفية وراءها وذلك بصحبة ضيفية من الأردن الكاتب الصحفي سامح المحاريق ومن تونس زياد الهاني رئيس تحرير صحيفة الصحافة التونسية وفي جولتنا اليوم نتابع صحيفة تيليغراف كراهية إسرائيل في بريطانيا تكتسب شكلا جديدا العرب لا أحد يمتلك الحل في تونس ساندي تايمز بريطانيا تضع خطة لنقل الملكة إليزابيث تحسبا لأي اضطرابات بسبب البريكس نبدأ زولتنا الصحفية مع صحيفة تيليغراف التي نشرت مقالا بعنوان كراهية إسرائيل وتشرح كاتبة المقال العديد من أنواع الكراهية الموجودة في المجتمع الإنجليزي التي تغيرت من ناحية الشكل حيث أصبحت تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك الصحيفة أشارت إلى أن محور كراهية إسرائيل اكتسب دماء جديدة وعناصر أخرى قام بعضهم بكتابة خطاب لبي بي سي يطالبونها فيه بمقاطعة مسابقة كانت مقررة أبدأ أولا مع ضيفي من الأردن أستاذ المحاريق ما هي رؤيتك لتفشي الحديث صحفيا عن كراهية المجتمع الأوروبي لإسرائيل أعتقد أن ما تفعله إسرائيل من تجاوزات في حقوق الإنسان في فلسطين وتدخلات في جيرانها وسلوك سياسي بشكل عام يدفع لاتخاذ مواقف من العالم الحر ليست في بريطانيا ولكن في عيرها من الدول تحديدا في بريطانيا منذ أن ثار حديث بالاتهامات يهودية التجاه كوربان الرئيس حزب العمل والموضوع يتفاعل كثيرا يجب أن نميز بين أمرين هو معادات السامية كما يحاول أنصار إسرائيل وحلفائها تصويره وجر الآخرين إلى هذه المساحة على أساس أن أي كراهية أو نقد الإسرائيل هو يصد بشكل أو بآخر في معادات السامية وهي التهمة التي لا تقبلها بريطانيا والدول الأوروبية بشكل عام وبالطبع لا نقبلها أن يكون هناك تمييز ضد البشر بسبب دينهم ولكن يوجد بالفعل حركات ضد إسرائيل في الجماعات البريطانية في السياسة البريطانية نظرا للسلوك السياسي الإسرائيلي لاتهاكات الدائمة لحقوق الإسرائيل الفلسطيني الممارسات العنصرية الإسرائيلية وهي غير مقبولة في المجتمع الدولي فبالتالي من الطبيعي جدا تنامي الموقف السلبي تجاه إسرائيل وإن كان من الصعب وصفه بالكراهية حتى الآن في بريطانيا ولكن يجب الانتباه طيب سيد المحارق دعني أنتقل إلى تونس وضيفنا أستاذ زياد الهاني على الرغم من الكراهية المجتمعية لإسرائيل إلا أن العلاقات الاقتصادية والثقافية مستمرة في الغرب كيف ترى هذا التباين؟ أنا لا أعتقد أنه يوجد تباين في الغرب كما في باقي دول العالم هناك مستويان من التعاطي هناك مستوى التعاطي الرسمي ومستوى التعاطي رأس المال مع إسرائيل وهو يبني معها أوثق العلاقات علينا أن لا ننسى أن من هي الكبريات المؤسسات الاقتصادية والمالية التي تدير أوروبا للاقتصاد سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة أو غيرها من أقطاب الاقتصاد في العالم طبعا تديرها مؤسسات تديرها عائلات ترتبط بعلاقات وثيقة مع إسرائيل في المقابل نرى أن موقفا مضادا لدى النخب وحتى لدى شرائح كبرى من الرأي العام من الشعوب التي بشكل طبيعي وبشكل فطري لا يمكنها إلا أن تتأثر بما يعانيه الفلسطينيون ما تعانيه المنطقة عموما من سياسة العربة من سياسة الظلم من سياسة القهر الإسرائيلي وخاصة نقبات العمال المعروفة وذات الثقال الكبير والمعروفة بأن الامتدادات شعبية في النهام هذه كلها تقف ضد إسرائيل وضد سياساتها ونجدها هي المحرك الأساسي لكل التحركات ربما أو لأغلب التحركات ضد إسرائيل يضاف إلى ذلك ونحن نتحدث عن بريطانيا هناك العقدة التاريخية لأن بريطانيا بوعد بيلفور هي التي تتحمل مأساة الفلسطينيين اليوم ومن الطبيعي فمتني جدا أن أي سياسة عدوانية إسرائيلية لا يمكن إلا أن تجد نوعا من الاستهجان والرفض عند المجتمع البريطاني طيب نتحول إذن إلى المحطة الصحفية التالية حيث قالت صحيفة العرب في مقال للكاتب مختار الدبابي إنه يمكن للطيار الوسطي في تونس أن يخترق التوازنات الحالية إذا عمل على توحيد نفسه وقفز على الصراعات الشخصية بين قياداته وأشار الكاتب إلى تعدد الأحزاب السياسية بالبلاد والتي تخطى عددها 200 حزب وقائلا إن الأحزاب التي تمسك بالحكم في إشارة إلى نداء تونس بتفريعاته وحركة النهضة ستلقي جميعا بالمسؤولية على الظروف المعقدة والمؤامرات التي وضعت في طريقها ومنعتها من أن تحقق وعودها الانتخابية في 2014 أستاذ زياد كاتب المقال هنا بيراهن على الطيار الوسطي في تونس على أي أساس هذا الرهان برأيك الرهان له أسس قوية تدعمه أولا لما نرى أو نتابع الطيف السياسي أو الطيف الحزبي في تونس هناك أكثر من 216 حزب لكن في هذه الـ 216 حزب الطرف المهيمن سياسيا على الساحة حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي حركة النهضة لا تمثل حسب مختلف الاستبيانات أكثر من 15% من النسيج المجتمعي في تونس يعني أن أكثر من 85% من نسيج المجتمعي في تونس هو لا يتبع توجهات حركة النهضة لكن مع ذلك النهضة هي التي تسيطر لأنها على قلة عدد أنصارها ومنخارتها تبقى هي الكتلة الوحيدة المتماسكة والكتلة الوحيدة المؤثرة فيما بقية الأطراف الأخرى هي أطراف مشتتة وهي أطراف ضعيفة لهذا السبب كانت هناك دائما محاولات للبحث عن تجميع هذا الشتات المشتت المجزة المقصر حتى يمكنه أن يقف بلدية الأحركة النهضة الصحيفة كانت موفقة في طرحها للأسباب التي تسوقها بعض الأحزاب التونسية لتبرير فشالها مثل الظروف المعقدة والمؤامرات التي وضعت في طريقها الظروف عقدة بالنسبة لكل من يمارس الحكم الحكم ليس جولة أو نزعة رائقة كل من يمارس الحكم في أي بلد له ظروف عقدة تحكمه لكن المشكلة في تونس ولدى هذا الطيف الوسطي بين قوسين كما نسميه هنا في تونس هي مشكلة الزعمتية هي مشكلة الشخصية هي مشكلة أنه أنا أو لا أحد والنتيجة في أنه يكونون جميعا لا أحد بحيث التونسي اليوم ما يهمه هو من يجد له حلا لمشاكله اليومية لمشاكلة الغلاء المعيشة للتضخم للهيار قيمة الدينار لهذا التغول النقابي اليوم الذي يعطل تقريبا أهم المرافق الحيوية في تونس لا يجدوا قوة تتصدف لكن هؤلاء جميعا لا يملكون البديل لا يملكون سوى الزعامة والصراع على البروز وبالنتيجة هم فاشلون طيب أستاذ زياد هل لهذا السبب الصحيفة استخدمت كاريكاتير بيشبه الأحزاب التونسية بعلامات استفهام في الطريق السياسي بالبلاد كيف ترى هذه الفكرة فكرة الكاريكاتير أراه معبرا جدا هناك سياسيون يعطون فيمتني خطبات يعطون فيمتني كلاما لكن هذا الكلام لا يقدم أي حلول للأزمة التونسية فعلامة الاستفهام أي حلول للأزمة التونسية هذه الحلول لا نجدها للأسف في خطبات هؤلاء السياسيين والنتيجة عزوف كامل اليوم في تونس عن الشأن السياسي وعن الشأن العام آخر انتخابات أظهرت أن الذين ذهبوا لصندق الاقتراع لا يمثلون لا يمثلون سوى 20% فقط من الجسم الانتخابي أي أن 80% من الجسم الانتخابي لا يجدوا نفسه في الطرحات الموجودة لو نلاحظ الاستطلاعات الرأي الموجودة في تونس نرى أن المؤسسة الوحيدة منذ 2011 إلى اليوم التي حافظت على نسبة عالية من ثقة التونسيين هي المؤسسة العسكرية ولهذا السبب اليوم بدأت تتعالى أصوات في تونس لتطالب هذه المؤسسة الدستورية بأن تتحمل مسؤوليتها في إنقاذ البلاد ووضع حد لحالة الفوضى وحالة النهب التي تجري والتي تتحالف فيها منهم في الحكم مع المافيات التي تمسكوا بالمفاصل الحيوية في الدولة طيب وضحت الفكرة هنا نتحول إلى الصحافة الإسرائيلية وتحديدا صحيفة يديعوت أحرنوت التي قالت إنه من المتوقع عقد لقائم بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في التاسع من أبريل المقبل وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الروسي متردد في لقاء نتنياهو على خلفية الهجمات الإسرائيلية على سوريا وكانت تقارير أوضحت أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي يشتبه في أن روسيا تعتزم التدخل في الانتخابات الإسرائيلية من خلال هجمات إلكترونية وقرسنة ربما لصالح نتنياهو ورد الكريملين على ذلك بالقول أن روسيا لم يسبق لها أن تدخلت في انتخابات دولة أخرى ولا تعتزم القيام بذلك في المستقبل أستاذ سامح في هذا المقال وصفت الصحيفة الإسرائيلية الرئيس الروسي بوتين بالمتردد هل هو نوع من الإسقاط أم توصيف لواقع حقيقي هنا؟ بالتأكيد هو نوعا ما توصيف لواقع حيث أن الانتخابات الإسرائيلية قريبة وسلوك الإسرائيلي التاريخي بوجود ضربة قوية أو تحرش قوي بالدول العربية المحيطة قبيل الانتخابات أو بغزة أو بالفلسطينيين بشكل عام فبالتالي نحن نتذكر جميعا بيريز وهجمته على قانا على جنوب لبنان بال96 والجرائم التي ارتكبت يوجد تحرشات إسرائيلية بسوريا واضحة جدا وبالتأكيد ربما يسعى نتنياهو لطرح مجموعة من الأوراق لإحراج الرئيس الروسي من حيث العمل الاستخباري أو من حيث الإحاء بأن تدخلا إسرائيليا في سوريا قد يكون ضروريا في هذه المرحلة أو في جنوب لبنان أو أيا يكون وبالتأكيد الرئيس الروسي ليس من السهل أن يزلق لهذا الفخت خاصة لوجود كما يقولون الرسالة تقرأ من عنوانها أما الجزء الثاني يبدو أن الصحيفة تتتمد على الإثارة الصحفية وتحاول توريد روسيا والضغط على روسيا بشكل أو بآخر أن تقول أن روسيا ستتدخل في الاتقبات الإسرائيلية بينما إسرائيل تزعم أنها هي الأأمن إلكترونيا السايبر سيكوريتي وعند الصناعة الأولى في إسرائيل حاليا فيبدو الأمر شبيها بالنكتة والفرقة الصحفية نعم أستاذ سامح ربما هنا يأتي السؤال الكبير يعني عندما تتحدث الصحيفة عن اعتزام روسيا التدخل في الانتخابات الإسرائيلية لصالح نتنياهو هل ذلك تحذير لروسيا أم محاولة لإضعاف نتنياهو أمام خصومه؟ أعتقد أنه محاولة لإضعاف نتنياهو نتنياهو يبدو لدى إسرائيل أو لدى جانب كبير في إسرائيل وليس قادر على إدارة المرحلة المقبلة لأن الرجل لديه توازنات معينة توازنات يمنية بشدة فإذا كان الأمريكيون سيدغطون من أجل الوصول إلى ما يسمى بصفقة القرن أو يتصورونه حلا دائما فبالتأكيد نتنياهو ليس رجل هذه المرحلة بالنسبة لهم ولكن ما مصلحة نتنياهو في غير نتنياهو؟ روسيا منعدمت المصلحة تقريبا في التدخل في شخص رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي ضيفي الكريمين إذن مشاهدين جولتنا مع الصحفة الدولية والعربية لا تزال مستمرة نعود إليكم بعد فاصل قصير أرحب بكم في الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج الصفحة الأولى وإلى الصحافة البريطانية ومع صحيفة تيليغراف التي نقلت عن مراسلها في واشنطن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إنه خسر الكثير من الأموال بسبب عمله كرئيس للبلاد ويوضح المراسل أن هذه التصريحات تأتي بعد يوم واحد من إعلان زيادة عدد الوظائف في البلاد وإضافة نحو ثلاثمائة ألف وظيفة جديدة وهو ضعف ما توقعه الخبراء وبمجرد الإعلان عن ذلك كتب ترامب على حسابه على تويتر قائلا وظائف 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 أبدأ معك أولا ضيفي في تونس أستاذ زياد الهاني وظائف 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 هكذا غرد ترامب على موقع تويتر معلنا عن وظائف هل رئيس دولة أن يغرب بهذه الطريقة؟ هو ترامب حالة استثنائية لو تبعنا مصار مختلف رؤساء الذين تداولوا على سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية هو وضع نصب عينيه من أول فمتني انتخابه مسألة إيجاد وظائف للأمريكان وأن تكون مصالح أمريكا فمتني أولا فوق الجميع وفوق كل اعتبار نلاحظ أن خلال زرارته للخليج وأساس المملكة العربية فمتني السعودية وكل العقود التي أبرامها فمتني هناك كان كلها وضعها تحت لفتة وظائف للأمريكان فمن الطبيعي فمتني جدا وهو الرئيس الذي وعد بإعادة الانتعاش للاقتصاد الأمريكي بخلق مزيد من الوظائف مثل الأمريكان أن يشعر بنوع من الفخر بأنه تمكن من تحريك العجلة التي تعهد بتحريكها وأن سياسته أثمرت الوظائف التي وعد بها طيب دعني أعود إلى ضيفي أستاذ سامح برأيك كيف تتعامل الصحافة الأمريكية مع تغريدات ترامب هل كمصدر للأخبار والمعلومات أم للسخرية أعتقد أن ترامب انتقل إلى خانة السخرية منذ زمن ولم يعد ذلك المصدر الموثوق للمعلومات ترامب يحاول تصوير النجاح الاقتصادي وبداية الانتعاش للاقتصاد الذي حدث في نهاية عصر الرئيس أوباما وينسبه بالكامل له وهذا ليس صحيحا ويبدي أيضا ضعفا شديدا في إدراكه للاقتصاد العالمي ومزجريات الاقتصاد العالمي من الذي تعنيه المزيد بالوظائف أمريكا إذا كانت أمريكا ستتعرض لحروب تجارية تقلل من فرصتها في تخلق القيمة عبر التجارة الدولية فبالتالي هو رجل يركز وكأنه يدير شركة أما النقطة الكبرى فأن يقول أنه خسر ماليا بتوليه للرئاسة للولايات المتحدة الأمريكية فما رأيه أن يتولى رئاسة أمريكا ويستمر في شركاته وفي أعماله في الوقت نفسه أعتقد أن ترامب يحاول أن يبدي بعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية لضغط بشكل سلبي على تحقيقات مولار والتحقيقات بخصوص الانتخابات الأمريكية والأحاديث التي تدور حول إمكانية عزله قريبا عجلا أم آجلا وقبل الانتخابات الأمريكية المقبلة ولكن لا يمكن أن يردد دائما وظائف 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 ولكن أستاذ سامح ربما له رسالة أخرى ولكن أتناقش معها مع ضيفي في تونس أستاذ زياد ما هي الرسالة التي يريد ترامب توجيهها من خلال ربطه بين منصبه كرئيس للولايات المتحدة وخسائره الاقتصادية التي لحقت به يبدو أنه بدأ من الآن يعد لحملته الانتخابية القادمة أي هو رجل الأعمال الثري الذي ضحى بثروته ومصالحه من أجل إسعاد الأمريكان وإيجاد الوظائف لهم واضح جدا عندما يربط بين الخسائر التي يتكبدها هو شخصيا وبين المنافع والمصالح التي تتحقق للأمريكان فيريد أن يقدم نفسه في صورة المضحئ من أجل بلده وربما كذلك للتغطية على ألاحظ أن هنا أنه بالنسبة لترامب هناك عشرة نواب من الكونغرس الذين طالبوا بالتحقيق في مصالحه مع المملكة العربية السعودية ومتبع حساباته وبنيه الذين يتوليان الآن إدارة أعماله بالنيابة عنه وبالتكيد هذا كله تعتبر داخل بالنسبة له في باب أو في خانة المضايقات والتضحيات التي يقدمها من أجل أمريكا طيب دعنا ننتقل إلى المحطة الصحفية التالية حيث قالت صحيفة ساندي تايمز إن الحكومة البريطانية تستعد لمواجهة اضطراب محتمل قد يأتي في أعقاب عدم التوصل لاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكزيت الصحيفة أضافت أن مسؤولين أعادوا إحياء خطط طوارئ الحرب الباردة لنقل العائلة المالكة في حال وقوع حالات شغب في لندن إذا شهدت بريطانيا اضطرابات لدى خروجها من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي قوله إن خطط الطوارئ هذه موجودة منذ الحرب الباردة لكنها ستستخدم الآن لأغراض أخرى في حالة وقوع اضطرابات مدنية أستاذ سامح ما هدف الصحيفة من نشر هذا الخبر في هذا التوقيت هل هي رسالة تخويف مثلا من تداعيات عدم إتمام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالتأكيد يوجد خوف بريطانيا لا يحتاجه تخويفا من أحد بالنسبة لترتبات الخروج من الاتحاد الأوروبي لأن النزوة التي جاءت مع الاستفتاء بخصوص البقاء والانسحاب من أوروبا الآن يتضح مدى أبعادها البريطانيين توقعوا أن يقبل الأوروبيين بانسحاب للقل شكلي يبقي على مصالح بريطانيا ولكن الأوروبيين يبدو أنهم متشددين ويردون انفصاما كاملا مع البريطانيين وهو ما سيؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة جدا في بريطانيا فبالتالي اليوم يوم الحصاد المريض لتجربة الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أن المشاكل أيضا ستستمر في إسكتلندا التي كانت مع البقاء في أوروبا وربما تعيد التفكير في استقلالها ويمكن أن يكون الدرس البريطاني درسا مهما جدا لعدم استغلال الألاقات الخارجية لمكتسبات انتخابية داخلية كما حدث مع رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون فبالتالي ربما تحدث في بريطانيا بعض الاضطرابات الاجتماعية ربما يفرق البريطانيون على واقع جديد بأن كثيرا مما استفدوه كان في الحقيقة نتيجة العلاقة مع أوروبا وأنه لم تعد الوصاية البريطانية أو اليد العلية البريطانية على أوروبا لا يتخيل قائلا نعم دعني أنتقل إلى ضيفي في تونس أستاذ زياد الهاني عندما تكون هنا خطط لدى دولة معينة هل بيتم الكشف عنها هكذا في الصحافة أم بيتم الكشف بمستوى معين بحيث لا تكشف المعلومات بشكل واضح لهذا السبب بالذات أنه اختلف في الرأي مع ضيفك الكريم من عمان لأنه في تقديري أنه إخراج هذا السيناريو الآن فيني بالذات والحديث عنه في هذه الصحيفة فيني بالذات عن طريق هذا التسريب يطرح أكثر من سؤال ويؤيد بالنسبة لي فرضية أن هناك مسعى لتخويف الناخب البريطاني وخلق حالة من الضغط للتسريع في الحسن في هذا فهمتي الملف ولا أرى فيني موجبا هنا كمتابع فيني من بعيد فيني بالطبع في بريطانيا الملكة والعائلة المالكة هي رمز لوحدة البلاد الملكة لا علاقة لها بالصراعات السياسية الجارية فهمتي حاليا حول هذه القضية فيني بالذات فبالتالي جعلها محل استهداف إذا وحصلت انطرابات أو إلى خيره أظن أنه أمر مستبعت وبالتالي أرجح أن يكون هذا التسريب هو يدخل في طار خطة للتخويف ولحفظ الناخبين ربما على الحزن في هذه القضية مرة نهائية نعم أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من تونس الأستاذ زياد الهاني رئيس تحرير صحيفة الصحافة التونسية كما أشكر ضيفي من الأردن الكاتب الصحفي سامح المحاريقة وبهذا مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج الصفحة الأولى أشكر لكم طيب المتابعة ودمتم في أماننا اشتركوا في القناة